موسيقى موسيقى أهلا أحبانا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثي اليوم الرجل العاقل والرجل الجاهل وطبعا من خلال الكلمة أول ما بتسمع الكلمة لربما تصل إلى الاستنتاج الكامل كل واحد مننا وفينا بحب يكون رجل حكيم بحب يكون عاقل لكن كتير في الحياة بنعمل اختيارات بنعمل قرارات التي تحدد مصيرنا وطبعا مصار حياتنا وفي بعض القرارات تحدد أيضا أبديتنا فهذه الكلمات أحبائي تكلم بها الرب يسوع المسيح بعظته الشهيرة على الجبل يعتبر تعليم المسيح تعليم مميز تعليم فريد تعليم مغير تعليم مؤثر كما يعني مكتوب في آخر آية بصحاح سبعة من إنجيل متى بهتت الجموع لأنه كان يتكلم بسلطان خرجت كلمات النعمة من شفتيه كانت كلمات مملوئة بالنعمة مملوئة بلسم وشفاء كلمات كما قال يسوع المسيح عن أقواله كلامي روح وحيا هذه الكلمات التي أثرت في أذهان الجمهور والجموع التي كانت تتبع يسوع المسيح لعدة أيام واختتم المسيح بعظته الشهيرة بمثل وهذا المثل ليس غريب على السامعين اللي ساكنين في الأراضي المقدسة في أرض فلسطين فكانوا يدركوا معنى وأهمية هذه الكلمات أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركي لحياتك لأنه رح نلقي الضوء على حقائق مهمة جدا تؤثر بحياتك ولا ربما تغير مصيرك وأبديتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر الرجل العاقل والرجل الجاهل طبعا يمكن شفنا القراءة على الشاشة من الآيات المذكورة في بشارة متة في الإنجيل المقدس في عضة المسيح الشهيرة اللي هي عبارة عن ثلاث إصحاحات جمعت بوحي من الروح القدس إنجيل متة إصحاح خمسة وستة وسبعة اختتم المسيح بهذا المثل اللي فعلا يعتبر درس للأجيال قبل ما أبتدي أحبائي خليني أعطي شوية خلفية عن هذا الموضوع في جموع كثيرة تبعت الرب يسوع المسيح وأغلب الجموع كانت من منطقة الجليل وبالتحديد كانت حول بحيرة طبرية كان فيها أكتر فيها تسع مدن بالتحديد وأكثر من متين قرية وطبعا لما بنقرأ بالأنجيل سواء بشارة متة أو مرقص أو لوقة منشوف إنه الجماهير ازدحمت حول الرب يسوع وجاءوا من لبنان من صور وصيدة جاءوا من منطقة من ولاية سوريا جاءوا من الديكابوليس من المدن العشرة المدن اللي هي حاليا في الأردن وحتى جاءت ناس من منطقة بعيدة من اليهودية من منطقة أورشليم ومن الضواحي فكانت الجماهير مزدحمة حول الرب يسوع المسيح كثير من هاي الناس كان عندهم حب استطلاع حتى يعرفوا من هو هذا النبي المشهور الجليلي اللي بعلم هذا التعليم الفريد واللي بيصنع هذه المعجزات الخارقة فجاء البعض ليستمع فينتفع وجاء البعض الآخر ليستمع فينتقد وجاء البعض أو كثيرون من الناس جاءوا ليستمعوا فيستشفوا لأنه كان تعليم وعمل يسوع المسيح دايما فيه شفاء وطبعا من بين هذه الجماهير في ناس اللي كانت تمتحن يسوع المسيح واللي كانت بتشك في يسوع المسيح وفي ناس اللي جاءت حتى تنتقد وفي ناس أو الأغلبية الصاحقة هم البسطاء المساكين اللي فعلا جاءوا ومثل النحل الذي ينجذب إلى العسل هكذا انجذبوا إلى جمال وكمال ومثال الرب يسوع المسيح هذه الجماهير كانت يعني فئات مختلفة متدينين على اختلاف أنواعهم الصدقيين اللي يعتبروا العقلانيين والفرسيين اللي بمارسوا الشريعة بالحرف الواحد بالنقطة الواحدة وعندك الغيرين اللي كانوا فعلا بيشتهروا حول مناطق الجليل هي جماعة الثوار اللي ضد الرومان وعندك فئات أخرى اللي كانوا في مناطق أخرى باليهودية مثل السينيين والهيرودسيين هذه الناس جاءت وسمعت يسوع المسيح وفعلا بهتت لأن المسيح لما تكلم تكلم بسلطان تكلم بجلال وتكلم كابن الله الحي لأنه قال قد سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم أن هذه التصريحات عبرت عن جلال وعن هوية ومركزية الرب يسوع المسيح لقد أظهرت مصداقية المسيح وأظهرت أيضا استقامة المسيح وأنه فعلا هو نور كاشف للجموع فهو العالم بكل شيء والحاضر في كل مكان وزمان مع أنه حدد نفسه بسبب الإخلاء بسبب التجسد حتى يقوم بكل أعمال التجسد كابن الإنسان ولكنه كان يعمل كان يعمل وكان أيضا يعلم ما في قلوب الناس واختتم هذه العزة بالآيات اسمحوا لي أن أقرأها مرة تانية مكتوب في بشارة متة إصحاح سبعة آية 24 لاحظ الكلام فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها لاحظ المسيح اتكلم بجلال بسلطان عادة الأنبياء يعني بوجهك أنك تسمع كلام الله وكان بوجهك أنك تتبع واتطيع وصايا الرب وهي الوصايا بتشوفها متكررة في أسفار العهد القديم وكان دايما العبارة إن سمعتم لصوت الرب إلهك أو وأطعتم وصايا في سمع وفي طاعة بس لاحظ هون المسيح بيتكلم عن بعد روحي عن عمق روحي جديد جدا على مسامع الناس فإما أن يكون الصادق الأمين أو أن يكون مخادع واستحالة أن تأتي إلى نتيجة أخرى غير هذه النتيجة لكن واضح من جمال هذا التعليم ومن حياة يسوع المسيح الأخلاقية أنه كل ما تكلم فعل ما تكلم وهذا ما أدهش الجماهير لاحظ فكل من يسمع أقواله يعني أقوال هو أقوال يسوع ويعمل بها أشبهه برجل عاقل يعني وايز حكيم بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما وطبعا بيكمل في آخر آية فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان مش إيش الرباي قال وفلان قال كمن له سلطان وليس كالكتبة تعرف حبائي هذه الكلمات مهمة جدا خلينا أعطيك خلفية تانية عن الموضوع المسيح لما تكلم بهذه العزة إذا المسيح أشبع خمسة آلاف رجل معد النساء والأولاد فإذا الحضور كان في تلك المنطقة ما لا يقل عن عشرين لتلاتين ألف نسمة اللي كانوا بيسمعوا هذه العزة شيء آخر بالنسبة لفلسطين فلسطين أرض صغيرة بالحجم مش كبيرة كتير وصفها الكتاب أرض جيدة أرض طفيدة لبن وعسل بسميها الكتاب فخر كل الأراضي وبيعطي التوضيح لأنه مش أفضل ولا أحسن من أي منطقة أخرى بالطبع كيف بيتوافق معاي بتقول يمكن سويسرا أحلى وفي مدن كثيرة أو مناطق كثيرة في العالم أجمل لكن أنا أعتبرها أنه واحدة من أجمل بقاع الأرض يكفي أن نقول أنه الأنبياء مشوا على أرضها والرسل وأهم ما في الموضوع يسوع المسيح وحقا أحبائي لكل من يزور هذه البلاد ولسيما جبل التطويبات اللي بالنسبة لي في مكانين بحبهم جبل التطويبات الذي يطل على بحير الطبرية والمكان الثاني بستان جتسماني في مدينة القدس فبالنسبة لي هذه المنطقة تعتبر منطقة جميلة جدا مزدهرة جدا طبعا الطبيعة صعب أوصف جمالها يعني بكثر هذا الجمال لكن رغم صغر هذه البلاد لكنها في موقع استراتيجي جغرافي مهم جدا فكانت تربط بين ثلاث قارات تعتبر الجسر بين آسيا أوروبا وأفريقيا وأيضا كانت السنتر كانت المركز للطرق الرئيسية في يمارس طريق البحر بين أرض ما بين النهرين إلى مصر قديما تلتقي في أواصل البلاد مع طريق وادي الملوك أو طريق الملوك ثم طريق العطور ربطت عدة طرق كلها في بعضها طريق طبعا اللي بيربط بين أورشاليم للشام قديما اللي مش فيه بولوس الرسول هذه الطرق ساعدت لتسهيل كل الأمور على أي حال مش هذا موضوعنا اللي عاوز أقوله أحبائي أنه رغم صغر المكان ورغم لكن تأثير هذا المكان لربما أبالغ في الموضوع إلى هذه الساعة وأنت تسير في هذه المناطق لابد أن تسمع وقع الخطة يعني المشي ولابد أن تسمع صدى صوت الكلام الذي يتردد في تلك المناطق رغم صعوبتها رغم أنه مناطق شافة دم وحروبات وعنف كثيرة رغم أنه منطقة يتنازع عليها كل البشر ولكن أحبائي هذه المنطقة شاهدت ليسوع المسيح والرب يسوع اختار أن يعيش في هذه المنطقة لكن بعد كل العزة المسيح حب يتكلم عن المحور يقول فكل من يسمع أقوالي أشبهه برجل عاقل ولاحظ دائما الكلام بيتكلم عن السمع الشمعاء في اللغة العبرية اللي فيها سمع وطاعة وخضوع لكلمة الرب يعني مثل ما قال الرسول يعقوب كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم يعقوب سهاح الأول آية 12 فإذن الطاعة هي المحك الرئيسي وهي المحك خلال كل صفحات الكتاب المقدس الطاعة للعهد الطاعة لكلام الله الطاعة لصوت الرب الطاعة لكلام الأنبياء الطاعة الطاعة وهكذا أحبائي في بركة من الطاعة فإذا فإذا يتكلم أشبهه برجل عاقل يعني رجل حكيم عنده حكمة وهذا الرجل هو الذي يعني الرجل العاقل هو الذي يهتم بالجوهر بالأساس أما الرجل الجاهل فهو الذي يهتم بالمظهر مش بالأساس فقط مظهر أمام الناس وهنا يتكلم عن رياء المتدينين ويتكلم عن مظاهر التدين الخارجي وبيتكلم عن الكلام الفارغ اللي نسمعه دايما في كل وقت لكن كل كلمة كان بيتكلم فيها يسوع المسيح كانت مؤثرة ومغيرة كانت فعالة كانت تلمس القلب والكيان ولاحظ يعني من خلال الكلام هاي الأرض اللي بتكلم عنها غريبة عجيبة جدا بتشوف فيها كل أنواع الطقس بتروح على جبل الشيخ ممكن تتزلج على التلج على طول لما بتنزل لتحت مستوى البحر بتروح في غور الأردن بتصل لبحر الميت ممكن تصبح حتى في طقس الشتاء 400 متر تحت مستوى البحر من منطقة بحر الميت وتطلع لفوق على طول بتشوف جبال عالية اللي هي جبال القدس وجبال بيت لحم وجبال الخليل الطقس بيختلف من مكان لمكان الأرض بتختلف فيه أنواع تربة كتير من مكان إلى مكان والتضاريس والتضاريس بتختلف من مكان إلى مكان فالأرض عندنا أحبائي هي جبال تلال وطبعا فيه سهول ووديان أيضا ولما بتطلع في أي مكان عينك يعني ما بتروح مكان بعيد إلا تشوف يتلي يتشوف جبل يتشوف أماكن شيء آخر الجديد بتذكر في أرض فلسطين أن الناس بتعمر على التلال وعلى الجبال لأن الأرض صخرية الأرض من حجر وطبعا كل الأرض هي أرض حجرية حتى عنا المثل بقول حتى الأشجار بتطلع إحجار عنا فإذن بالنسبة لمفهوم الناس فاهمين هذه البقعة من الأرض فيه ناس بيبنوا على الجبال لكن بعض الناس اللي ممكن يبنوا في الوديان طبعا في في فصل الشتاء وبالذات إذا بتروح لمناطق الصحراء في الجنوب حتى ناس اللي بتبني يمكن تبني على الرمال لأنه يعني مفيش مطر بالصحراء يمكن بتمطر شيء بسيط 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 جدا في السنة بس في عنا مشكلة بتمطر مطر شديد جدا في مناطق العالية الجبال مثل القدس مثل الخليل ومثل بيت لحم ولأنه جبل عالي طبعا على طول بتنزل بين وديان وتصل إلى الجبال التي تطل عند البحر الميت أو مناطق الصحراء وهاي المياه تتحول إلى سيول تتحول إلى أنهار وفعلا تاخد كل شيء أمامها بتجرف شوارع بتجرف بيوت بتجرف حتى الصخر بتلاقيه يتساقط من الجبال بسبب تلك السيول فتضرب البيوت المبنية مش على أساس لأنه ما فكروا بحكمة أنه مش عام بتمطر لكن بتمطر في منطقة تانية اللي بتنزل السيول والأنهار بتضرب هذه البيوت حتى في الجليل المناطق اللي عاش فيها الرب يسوع الناس اللي بتكون بانية في المناطق المنخفضة إذا ما كانش أساس متين وقوي بتنجرف أيضا مع قوة المياه اللي بتنزل من الجبال فإذا المثل معقول المثل معروف وطبعا معروف للتقاليد اليهودية بس المسيح تكلم بسلطان من خلال هذا المثل والمسيح من خلال الكلام بالأمثال عم بيعبر عن أمور طبيعية سواء الزراعة أو سيد السمك أو التضاريس الجغرافية في تلك المناطق أن الناس فهميتها لما بيتكلم عن العرس لما بيتكلم عن الخمر أو العنب أو التين أو الزيتون كل هذه مفهومة للناس لكن شو المشكلة أحباء في ناس بتخدع أنفسها مش عاملين بالكلمة كما يقول الرسول يعقوب فالطاعة هي المحك الرئيسي فإذا بتشوف هون بيتكلم عن شخصيتين بنوا بيتين طبعا كل واحد بنى بيت يعني وهي النوعيات إما جاهل أو أو عاقل والبيت إما مبنى على الصخر أو مبنى على الرمل والفرق أحبائي الفرق هو في الأساس وفي النتيجة الأساس واحد بنى على الصخر كان ثابت صامد غير متزعزع اللي على الرمل رغم جماله ويمكن نفس شكل البيت اللي على الصخر بس ما فيوش أي أساس وهذا طبعا الصدمة الكبرى اللي اللي حدثت وانت الإنسان بيعرف عمله يعرف المرء أو يكرم عند الامتحان تعرف حبائي في رسالة يعقوب بيتكلم عن يعني عن التجارب بقول إذا تزكى نال طبعا إكليل الحياة في رسالة أو سفر يعقوب الإصحاح الأول آية 12 هذا الامتحان بعبر عن الشخص اللي إذا عنده أصل في ذاته مثل ما بيتكلم الرب في أمثاله في متى 13 بقول لاحظ ليس له أصل في ذاته فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فيها لا يعثر فالشخص الثابت الصامد هو اللي بيثبت في هذا الموضوع الرسول يعقوب بيجيبها بطريقة تانية بقول طوبة يا بخت يا نيال يا لهناء يا لسعادة طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة هو الثبات اللي بيخلي الإنسان المؤمن التلميذ الحقيقي اللي فعلا بينال من الرب فإذا كل شيء يعرف عند الامتحان فحسب الأساس أي أساس أنت بتبني عليه وطبعا النتيجة النتيجة المؤمن الحقيقي دايما ثابت راسخ غير متزعزع والصخر طبعا رمز الثبات والقدرة فإذا هو ثابت والاستمرارية مكتوب عن الصديق ممكن يسقط سبع مرات لكنه يقوم في أيوب إصحاح 8 آية 15 يستند إلى بيته فلا يثبت يتمسك به فلا يقوم إذا كان يعني مش ثابت مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت إن لم يبنى الرب البيت فباطلا يتعب البنؤون فإذا الأمر في كل المثل هو الأساس والنتيجة إذا كان الأساس سليم إذا كان الأساس صحيح النتيجة رح تكون مشرفة سليمة مثمرة بركة وفعلا يعني بيكون شخص غير خايف لا بفصل الشتاء ولا بفصل الصيف فصل الغبرة ولا في أي فصل من فصول السنة عنده أمان عنده ثبات عنده استقرار لأنه البيت مبني على الصخر وإذا هذا البيت بناء الرب فعلا رح يثبت ورح يصمت أمام كل التيارات كل العواصف كل الهيجان كل الاضطهادات كل المشاكل كل التجارب يكون راسخ غير متزعزع لأنه متمسك في الأساس متمسك في الرب يسوع المسيح له كل المجل فإذن أحبائي إحنا قلنا في نوعيتين رجل عاقل ورجل جاهل وشفنا أنه في يعني اتنين بنوا بيوت لكن الأساسات بتختلف في أساس على الصخر في أساس على الرمل تعرفوا الكتاب يتكلم عن الله هو الصخر الكامل صنيعه في سفر التاثنية أصحح تنين وثلاثين في العهد الجديد في كورونتس الأولى عشرة آية أربعة مكتوب الصخرة كانت المسيح وفي كورونتس الأولى أصحح تلاتة آية 11 مكتوب فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه هو يسوع المسيح فإذن الرمل هي عبارة عن أقوال البشر عبارة عن الخرافات عبارة عن التقاليد عن أركان هذا العالم عبارة عن تقاليد كثيرة وهي المشكلة اللي كان يشوفوها اليهود في كتير من المعلمين المعلمين كانوا بيتكلموا في الحكمة البشرية الفلسفات البشرية لكن لما بيتكلم يسوع عن البيت المؤسس على الصخر هذا يتصف بالمؤمن الحقيقي يستند فإذن هذا هو موضوع أو لب وجوهر كل الموضوع تعرفوا آخر آية في سفر الرؤية مكتوب طوبة للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فإذن أحبائي هذا مهم جدا هنا في مقارنة وهذه المقارنة هي بين الرجل العاقل والرجل الجاهل خليني أعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر 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 في بشارة لوقا حفر وعمق ووضع الأساس على الصخر بعدين بيكمل بقول النقطة الثانية فلما حدث سيل في بشارة متى لاحظ بقول فنزل المطر وجاءت الأنهار فالسيل هذا اللي أنا بتكلم عنه يتحول إلى نهر السيول صدم النهر ذلك البيت فمهم جدا يعني شفتوا التشابه اتنين بنوا المبنى متشابه الفرق هو الامتحان بمجيء العواصف وهي البيوت هاي الأساس فعلا تختبر لربما أحيانا تختبر عند الدينونة لاحظ في بشارة متى يعني في الإصحاح الأخير أو الأمور اللي قبل ما يختم بيتكلم عن مفارقات ومقارنات بيتكلم عن الباب الضيق وعن الباب الواسع بقول ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونهم ثم يتكلم عن الشجرة والثمر الشجرة الجيدة والشجرة الردية ثم يتكلم عن يعني الأنبياء يعني بيتكلم من ثمارهم تعرفون الأنبياء الكذبة المزيفين والأنبياء الحقيقيين الامتحان هو الثمر بعدين بيجي إلى شيء خطير جدا ويمكن اللي بيختم في هذا المثال بقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين نرجع للأنبياء الكذبة يعني الأوهام والتزييف وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح ونهون عاوز ألفة الانتباه للكلم اللي بيستخدمها الرب يسوع فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط واحد الأخطر نمرة اتنين الأخطر اذهبوا عني يا فاعلي الإثم فاعلي الإثم يعني مش مزحة يعني مش بيتكلم واحد سمع ويمكن نسي ولا تناس ولا بيتكلم مع صدق الإصرار ليس كل من يقول يا رب يا رب بعدين بقول على طول بيجيب المثل نمرة أربعة فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل طب شو عم بيكلمنا هون بيتكلم عن مشكلة كبيرة كبيرة اللي هاجمها الرب يسوع بشكل مستمر الكبرياء والخيلاء طبعا مشكلة عدم الإيمان والعمق الروحي ولكن المشكلة الأخطر اللي كان دايما بيتكلم عنها الرب يسوع المسيح في كل المواضع هي مشكلة الرياء مشكلة الرياء الحياة التلون حياة مظاهر التدين الخارجي عايش نعين من الحياة يعني حياة في مظهر أو في منظر معين وحياة في مظهر أو منظر يختلف كل الاختلاف عن الأول فإذن كلمة الرياء بكلمتها الأصلية بتعني الشخص الممثل طب مين هو الشخص الممثل؟ هو شخص عادي عم بعيش حياة لكن في التمثيل أو في المسرحية يقوم بالدور اللي بناسب طبعا نوع المسرحية أو نوع التمثلية كلاما لباسا شكلا بغير يعني الشكل بغير الكلام بغير اللبس يعني متلون بكل هاي هي الرياء بكل بساطة فالمشكلة أحبائي الرياء ليس كل من يقول لي يا رب يا رب ولكن من يسمع أقوالي أشبهه براجل عاقل بنا بيته على الصخر هذا الشخص المرائي عم بعيش شخصيتين فإذا إذا إنسان كيف بدك تعرف؟ بدك تعرف من الثمر الثمر في الحياة الداخلية الشخصية اللي بتبين واضحة جدا والثمار المحققة أو التي تتحقق من خلال التلمزي من خلال التلميذ لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان فإذا العزة على الجبل هي عزة عزة الملكوت لرعاية أو أبناء الملكوت الناس اللي اختبرت وتوجت المسيح الملك على الحياة والكيان لأنه من يستطيع أن يحب الأعداء ومن يستطيع أن يغفر ومن ومن يعني كل الأشياء اللي ذكرها الرب يسوع إن لم يأخذ معونة إلهية من فوق سند إلهي وهذا يتم عن طريق الفداء فإذا أحبائي بقول أما بيت الصديقين فيثبت ولاحظ هاي التلمذي يعني أول شيء فكل من يسمع أقوالي ويعمل بيأ وشبهه يعني تلازم يعني فعلا تيجي للرب يسوع المسيح تيجي للرب يسوع يعني تترك كل الماضي وتيجي للرب يسوع عن طريق التوبة تغيير الفكر وعن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح ثم الاستمرار بحياة التلمذة سماع كلام الرب هاي الشئ تاني الاعتراف به بسلطانه بقوته بمحبته والشئ التالت انك تعمل انك تطيع بموجب الكلام اللي بتسمعه هذا يتضمن التكريس الكامل يتضمن التسليم الكامل الطاعة الكاملة بدون أي قيد بدون أي شرط يعني تكون تلميذ حقيقي فعلا تبين حياتك وأخلاقياتك بيتا يعني انت أصبحت جسد المسيح متأصل ومؤسس على الصخر ومثل ما ذكرت أحباء الصخر هو دليل الثبات والصبر والدوام والاستمرارية طبعا عندما تواجه تجارب الحياة أحبائي إذا كان الأساس صحيح البناء كله سليم الأساس مقام لازم يكون مقام على قيمة وكفارة وكفاية عمل المسيح وإلا بدون ما تختبر قيمة هذا الفداء وقيمة هذا العمل من أجلك ومن أجلي فإذا أنت عم بتحاول بجهوداتك البشرية وكلمة الله أثبت أنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى الله بقوته البشرية بقول إن وضع أحد أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح فلن يكون ولا مش ممكن يكون من المؤمنين أو التلميذ ولا حتى من جماعات الرب المسيح هو الصخر وكل ما عداه رمال فكل من يسمع أقواله تميزه تفرده تصريحه أقواله الممسوحة بحضور وجلال المغيرة المؤثرة الفعالة تعرف حبائي بتشوف متل ما قرأنا من فوق ليس كل من يقول يا رب يا رب بتشوف الأنبياء الكذبة يقولون أفضل الكلام وهنا أشخاص المتواضعين يسمعون أعظم الأقوال لكن المحك هو ليس ما نسمعه بل ما نعمله شو الامتحان لاحظ الأمطار والأنهار والرياح وهي بتيجي يعني العواصف هياج العدو من كل ناحية فالأمطار تنزل من فوق على السقف والرياح ما هو الشيطان رئيس سلطان الهواء الرياح بتهب من كل ناحية على جدران البيت والأنهار أو السيول هي التي تصطدم بأساسات البيت وهنا طبعا يعرف إذا البيت كان صحيح وسليم مش خرافات ولا تدين خارجي ولا تقليد الناس ولا أركان العالم الجاهل لجهله بيهتم بالمظهر ولا يهتم بالأساس رمال التدين مديح الناس شوه الجاهل مشكلته عدم التفكير الجاهل يعني مش يعني لما هي نفس الكلمة غبي أو أعمى روحيا طبعا لأنه في كتير ناس أشرار في ناس كتير أشرار لكن ذكاءهم يفوق أي ذكاء آخر ذكاء للشر ألم يقل المسيح أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم في كتير ناس أزكياء فإذا يعني الجاهل مشكلته عدم التفكير والتروي متسرع بيبني بيت مش عاوز يحط أساس الرب يسوع هون يتكلم بسلطان جديد لأنه هو المسيح كلمة الله فإذا المسيح يشدد على أهمية الطاعة اسمع ما يقول في سفر الأمثال إصحاح عشرة خمس وعشرين كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير أما الصديق فأساس مؤبد يمكن عم تبحث عن طريق السهل الباب الواسع اللي حكي عنه يسوع عن لزة مؤقتة لكن أنا أدعوك أنك تبحث عن الصخر الكامل صنيعه صخر الدهور ربنا يسوع المسيح فيه الأمان والإطمئنان فيه القوة والحنان فيه الثبات والسلطان فيه الرجاء فيه الرجاء تستطيع أن تثق في هذا الشخص الرائع الفذ الفريد وما عدا كله صراب وكله رمال خليني أخذ المكالمة الأولى أهلا أخت فريال أنت معانا على الهوى أهلا وسلام فيك أهلا بك أخي نزار سلام ونعمة المسيح معاك ومعاك أيضا رب يبارجك دائما ويتمجد في خدمتك ويبارك أخي نزار كلمة الله كلمة الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس اللي هي ضماننا الوحيد وهي مرجعنا في كل حين نعم ولما نحفظ كلمة الله نحفظها في القلب وانطيعها ونخضع لها في حياتنا حتى نكون كمثال الرجل العاقل اللي بنى بيته على الصخر نعم وكلمة الرب يسوع المسيح له كل المجد اتقدسنا وتنقي حياتنا كما هو قال له كل المجد بسمه في إنجيل يوحن إفحاح خمسة عشر عدد ثلاثة أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به وكل كلمة هي خارج عن كلمة الله كلمة الرب يسوع المسيح علينا أن نرفضها باعتبارها هي من وصايا الناس وليس من كلمة الحق كلمة الكتاب المقدس وفي سفر الأمثال يقول الوحي الإلهي مخافة الرب رأس الحكمة لأن الرب يعطي حكمة من ثمه المعرفة والثهم يدخر معونة للمستقيمين وهو مجن للسالكين بالكمال والإنسان السالك بالكمال ومخافة الله لا يخشى من شيء لأنه بيته مبني وحياة مبنية على صخر الدور اللي هي رب يسوع المسيح له كل المش أشكرك أخي نزار رب يباركك ربنا يباركك ربنا يباركك أختي فريال وشكرا على المداخلة الحلوة خليني أخد مكالمة من أبو مهند أبو مهند أنت معانا على الهواء تفضل مساء الخير مساء الخيرات تفضل أبو مهند تحية محبة للأخ العزيز نزار شكرا أبو مهند لدي كلمة تقول فكون كماء كالحياء فقطاء كالحمام عندما طلب من نبي سمائيل أن يذهب إلى بيت الأحمد يرسم الملك داود ملكا ثاني على شعبه لكنه لما سمع أن شؤول الملك بالأمر لقتله فبما كان من الله إذا نوصاه كي يأخذ بيده عجلة فقر إلى بيت الأحمد ويقول أنه يتقدم ذبيح للرب هذا الأمر أتاح له المجال لكي يحمل معه دهنا لكي ينتبه الشعب أو شؤول الملك إلى قتله الأساسي من الزيرة ألا وهو مسح داود ملك كديدا على السعب علينا علينا نحن أيضا أن نكون حكماء للغاية لكي نستطيع أن نحمي أنفسنا وإخوتنا أيضا من أي خطر قد نهمنا وفي الوقت نفسه علينا أن لا نكون خدعين ربما هذا قد يكون صعبا ولكن الله قادر أن يعطينا الحكمة اللازمة والضرورية أنتأنا وهو بدون أثنى شك سيساعدنا هذا أن نكون حكماء ولكن في الوقت نفسه صادقين وأمنا حكمته تهتيني كالنور للبصر فطفه يحميني دوما للخطر أن الحكمة هي إحدى خلفاء الأقيقة وإحدى أضفاء الضراء وإنسانية أحبة لأخي العجيز وشكرا شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك على هذه المداخلة فعلا لما تكلمت عن المسحة الملك داود أعتقد أنه مسح ثلاث مرات أول مرة في بيت لحم كان بعده فتى صغير غلام صغير بعدين مسحة كملك في حبرون يعني لما حكم سبع سنين وبعدين ثلاثة وثلاثين سنة لما توج ملك على كل المملكة المتحدة وطبعا جبل صهيون أو قلعة اليابوسيين لأصبحت مدينة داود اللي حكم من ذاك المكان لكن اللي عاوز اللي لفت انتباهي لما ذكر المسحة الرسول يحنى بيتكلم عن هذه المسحة هي تعلمكم كل شيء طبعا بيتكلم عن الروح القدس والأخت فريال اتكلمت عن الثبات في الكلمة يقول في يحنى خمسة عشر آية سبعة إن ثبتتم فيا وثبت كلام فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم فانت لاحظ انه هذه الاصحاحات هي عبارة عن عزة وكل عزة لها تطبيق عملي في شرح وتفسير لكن لابد ان يصل الى النتيجة العملية فلاحظ انه بعد ما سمع المؤمنين هذه العزة اللي هي اقوال يسوع المسيح فإذا تطبيق العملي كل انسان امام خيارين اما ان يكون مثل الرجل العاقل والحكيم او ان يكون الغبي الجاهل بعدم تطبيق هذا الكلام فاذا احنا لما نسمع محتاجين نطبق هذا الكلام بشكل عملي بالطاعة لصوت المسيح مش بس التطبيق الكلام التركيز والاهتمام اصعب شيء احبائي انه الانسان بسمع بسمع تعتبر كارثة كارثة اذا لم يتغير لاحظ بيتكلم عن يسمع ويعمل وهي هاي الطريقة يعني من عمل وعلم او علم وعمل يعني على الطريقتين ممكنها يسمع بقول ولا يعمل او يسمع ويعمل تعرفوا هذا كان دايما الطريقة اللي بيتحدث فيها الرب يسوع لما اتكلم بالامثال في متى 13 قال ولكن طوبة لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع طوبة يعني عم بطوب الاذان نسمع نركز نتذكر نفهم نعمل بهذا الكلام او كما يقول افعل هذا فالتحية بتعرفوا لما جاءت المطوبة مريم مع اخوة يسوع قال الذي يعمل مشيئة ابي وفي مرة مرأة صرخت يعني في وسط الجموع طوبة للبطن الذي حملك وللثديين التي ارضعتك قال يسوع بل طوبة للذين يسمعون ويحفظون كلام الله شاف الفرق مهم جدا انك تطبق انك تحفظ كلمة الله بشكل عملي ما نكون سامعين فقط خادعين نفوسنا نفكر يعني انه بس بمجرد لا في طاعة في ايمان اذا الايمان بالخبر يعني الخبر اللي هو كلمة الله والخبر بكلمة او بسماع كلمة الله لما بتسمع كلمة الله وبتعمل وبتطيع وبتحفظ وبتذكر وبتفهم وبتركز فيها تصبح جزء لا يتجزأ من حياتك كما قال النبي في القديم وجدت كلامك فأكلته فعلا يعني خلص بيجتر على كلمة الله اذا صح يعني هذا التعبير فمهم جدا طوبة يعني بهنق اللي بيسمع واللي بيحفظ واللي بيعمل كلام الله بتعرفوا في العهد القديم في إشعية 58-2 بقول عن هاي الناس يصرون بالتقرب إلى الله يعني بيتقربوا عشان يسمعوا في 58 في حسقيال 33 بقول يعني بيتكلم عن الكلام كأنه الشعر بيجوا بيسمعوك بس من جوة قلبهم في مكان تاني عم بيتلززوا بسماع الكلام المنمّق والفصيح والسجع والكلام الجميل لكن شو بينهي بينهي بجملة خطيرة جدا في حسقيال 33 بقول في هذا الموضوع يسمعون كلامك ولا يعملون به هنا الكارثة وهنا المأساة فإذا أول شيء أحبائي من خلال هذا التعليم محتاجين أولا نشتغل على أنفسنا نتأكد من خلاص نفوسنا وهذا مهم جدا من خلاص نفوسنا لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات فإذا مش بس خلاص نفوسنا نتأكد من أبديتنا وهذا كله مشروح في كلمة الله في الكتاب المقدس فإذا مهم جدا إما أن تختار النصيب الصالح هو الجلوس عند قدمي يسوع المسيح أو مثل ما بتختار مثل كان يعني لسه ولد صغير صموئيل النبي في العهد القديم قال تكلم يا رب لأن عبدك سامع طائع خاضع بما معنى تكلم يا رب لأن عبدك سامع فيه اهتمام لكلمة الله حبائي المسيح هو الصخرة يعني المسيح هو رجائنا ألم يقل يسوع للرسول بطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة مش على صخرة بطرس لأن في اللغة اليونانية بتعني حصوة صغيرة لكن الصخرة بطرس يعني الصخرة الكبيرة اللي هو الكتاب يتكلم بكل وضوح يسوع المسيح وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت وكل ما حللتمو على الأرض يكون محلولا في السموات وكل ما ربطتمو على الأرض يكون مربوطا في السموات الأساس هو اللي بعبر عن كل شيء فأين الأساس أساس بيتك أساس حياتك في هذا الوضع اللي أنت فيه يمكن بتروح على الكنايس تحضر الاجتماعات المؤتمرات يمكن أنت أكتر شخص بتشاهد البرامج الروحية على القنوات الفضائية أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك إلى آخره كل أنواع السوشيال الميديا يمكن عندك معرفة كبيرة لكن ما اختبرت معرفة يسوع المسيح شخصيا توجته ربا ومالكا على حياته فإذن هنا بيتكلم عن الجاهل مش عم بفرق عقليا لكن سلوكيا لأنه ممكن يكون جاهل بس عنده زكا يبني قنبلة زرية لكن سلوكيا أدبيا أخلاقيا يكون بعيد كل البعد عن يسوع المسيح فالزكا هي موهبة لكن برضو الزكا بتتطور بكلمة الله شريعتك جعلتني أحكم أحكم من كل أعدائي لأني بوصيات أتفطن يعني بصير فطن هيك زكي صاحي حذر منتبة فهي موهبة فكرية عقلية فعلا بيكون عقلك نشيط عندك سرعة البدهية تستوعب تفهم يعني واحدة من الأشياء الضربات ضربات الشيطان هي روح الغباء روح غي روح عارف الضلال يعني بصير مثل مثل السكران مش صاحي مش مستوعب حتى ما بيعرف شو عم بيفهم ولا عم بيعرف يتكلم في ناس بتسمع الكلمة بتكون مبسوطة بس ثلاث دقائق يعطيها ثلاث دقائق بينسي كل إشي ضاع وفي ناس بتتكلم تظن أنها حكيمة لكن روح غي لأنه بحول الشر خير والنور ظلمة فإذا بدل ما يكون فعلا عم بيعكس المظاهر الخارجية لكن الأساس يثبت إلى الأبد أساس راصخ على صخر الدهور ربنا يسوع المسيح من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف فإذن أحبائي المسيح اتكلم في هذا المثل ختم بتطبيق عملي لكل التعليم اللي قدمه على العزة على الجبل والسؤال الآن ماذا تختار قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك اختاروا لأنفسكم من تعبدون أما أنا وبيتي فنعبد الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل أو أي آلهة أخرى فاتبعوه احسم الأمر في حياتك حبيت المثل اللي ذكروا في بشارة لوقة حفر وعمق وصل للأساس للصخر أنا بعرف عنا بفلسطين بيضلوا يبحش تيوصل الأرضية الصخرية حتى يصب السمنت على الصخر حتى يكون راسخ ثابت هذا القرار فيك تعمله اليوم واحدة من أخطر الآيات اللي قالها يسوع المسيح ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات يا رب أليس باسمك تنبأنا أخرجنا شياطين في فرق أحبائي بين النظري والعملي بين حياة الاختبار أو حياة المظهر أنا بدعوك هاي العزة ما فيك تطبقها إلا من خلال فهمك لقيمة فداء وكفارة المسيح فالآن قل له يا رب اغسلني من كل خطية صليها طهرني بدمك الطاهر الكريم ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك يا رب اليوم أن تأتي إلى حياتي تخلصني من كل خطية وأدعوك لكي أتوجك ربا وملكا سيدا ومخلصا على حياتي وعد الرب لكل واحد أحبائي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم لاحظ الكلام إن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتبه احذر وإلا ينطبق علينا المثل كما قال بولوس لتمثاوس لا يحتملون التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات لكن أحبائي دعونا نتوج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان على فكرة بحب أسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة